شمس الشلالات مجموعة سكنية في طور الانجاز 25 مليون بسبعين مترو تبعوا الفيديو بنا تحت الاخر لانه في غيمون جبت لكم شي حاجة زوينة و شي حاجة طب خصوصا الناس اللي بغوا يشروا ديورهم وباقين حيرين هنتم معايا تفرجوا في هاد الفيديو وشوفوا هاد المجموعة ديال شمس الشلالات اشنو كتقدم لنا من ديور واشن هو الافونتاج وفين كينين وفين متواجدين مرحبا بكم في قناتي وقناتكم في الوياسامين تيفي وهنا كنرحب بالنس جداد لكنتوا اول مرة كتزوروا القناة فكنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا ما تنسوش تديروا اللايك والشراك والتعليق باش دائما يوصلكم جديد القناة وايضا كنشكر الاخوات الجزائية اللي كيتبعوا لاشين ديالي فكنقول لكم من هاد المنظر لكم مني اغلى تحية واحلى سلام اليوم كيف ما كتشوفو احنا الاحنا كيف ما كتشوفو معايا احنا متواجدين غادي من مدين صدار البيضاء بالضبط وهادي رها القنطرة دية الخمسطاش اكيد رها كل شي غادي يعرفها غادي نديكم المجموعة الشمس الشلالات اللي فيها ديور عاد كيتبناه جداد وبيئة ميناء مناسبة وايضا يعني ابتداء المترو من واحد وسبعين مترو حتى لتسعين مترو فالوغة البنات ان شاء الله في هاد الفيديو هادا غادي نوريكم طريق بعضاء الشمس الشلالات كما انا كتعارفو انا انا كنسكون في مدين صدار البيضاء بالضبط في حي القدس فالوغ من يعني القدس رهو اللخر دية الكازا فالبدية دية الكازا والاخر دية الكازا هو القدس من سما كتكون خمسطاش وسبعتاش فاحنا الان رحنا متواجدين في القنطرة دية السبعتاش واللي هنا كتشوفوا لطوروت يعني الطريق المصر حاولت انني نبدأ الفيديو من البداية يعني حتى الناس يعرفوا الطريق فين كيناء وفين متواجدة هاد شمس الشلالات هاد شمس الشلالات هي تقريبا قريبة الكاسكا احنا دابا خرجنا من سبعتاش وطالعي الكازكا وولا لحثورة غادي تشوفوا يعني في هاد النواحي دية الكازكا هي ايكيا يعني هاد شمس الشلالات راح قريبة لها هاي البنات كيف ما كتشوفوا ايكيا وايكيا كين حداها مكدونالد وعاد كين واحد المول حتى هو خاص كي بيع هاد شي دية الكترو ميناتجر يعني قاعد هاد شي اللي كنستعملوا في الدار الحاسوب بالطابلات التليفونات يعني بزف يعني مول كبير بالاضافة الا ان في هاد البلاسة بالطبط البنات اللي كتشوفوني كنصور فيها دابا غادي يكون مستشفى مستقبلا غادي تبنى مستشفى الشيخ زايد بن سلطان المهم يا البنات احنا الان متواجدين في مدينة سبعتاش او عين حروضة اللي كتو كتعرفوها وهادي فقط غير باش نوريكم الطريق فين كيناء هاد شمس الشلالات فهي ره مبعداش يعني بالنسبة فين كنسكون انا على البلاسة ره 16 كم من كازا باش توصلوا لهاد شمس الشلالات تقريبا 16 كم يعني لك انتي في حي القدس وبغيتي تمشي لهاد شمس الشلالات فقط غادي يخصك 24 دقيقة يعني 24 دقيقة من كازا الاخر ديال كازا لهاد شمس الشلالات وها احنا قربنا البنات يعني ما بعيداش بزاف فاللي بغا حاير وما عارفش اشنو يشري ففغيموا انا حدايا ديور كي تبنىو 25 مليون ياك ولكن 25 مليون ولكن المساحة صغيرة فهنا لفونتاج في هاد البلاسة بالطبط اللي زوينا واللي عجبتني انها المساحة كبيرة 71 مترو يا البنات ب25 مليون فين كين هاد الرخا وعادة باش لكتوك تسمعوا بقرية الاحلام او لدريم فيلاج فهي ره قريبة لها بزاف يعني هانتو مانا كيف ما كنا عدلكم دابة رح نغادي لشمس الشلالات اللي تقريبا قريبة لدريم فيلاج قريب لها ايكيا قريب لها مكدونالد وقريب لها المول اللي قتليكم وعادة باش قريبة لها 17 يعني البلاسة ديال شوى لأي واحد في كازا رح ما يمكنش ما يكونش مشال سبيت او لمشال كازا باش ال17 باش يياكل ويدووز يوم جوين زوين مع العائلة ديالتو بالاضافة لبنات قريب لها الود المالح وايضا قريب لنا السبيت قريبة لها المحمدية يعني شمس الشلالات جات الوسط جات ما بين كازا وما بين المحمدية وكل شي قريب لها السبيت الود المالح دريم فيلاج وعادة انتو ما عارفين اللي ادخلتو قلبتو عن المدينة الجديدة اللي رهها غادة كتبنا كتبنا ان شاء الله في مدينة 17 هاحنا وصلنا البقعة الارضية اللي كيتباعوا به وهو المكسب البيع على البنات اللي غاد يسمشوا اللي هو بطبيعة الحال غاد يشرح لكم كل شي هنا احنا دبا متواجدين في شمس الشلالات الشطر الاول رح تبنى يعني وغاد يعطوه للناس الشطر الثاني حتى هو رح قالس كيتبنى والشطر الثالث اللي بغا يريزيرفي وما زال ما عندوش الفلوس فقالوا غالبنات هنا غاد ينقول لكم على الشطر الثالث يعني اللي مازال باقي ما جامعش الفلوس فعندو يعني فرصة في انه يجمع فلساس ان شاء الله ويدفع في شمس الشلالات شوفوا معي البنات كيف ما كتشوفوا هاد الدخلة هاد هنا هالبيت هاد البيت اللول وهذا ايضا البيت الثاني ديال الاطفال شوفش هالزوين اللي عنده جوج وليدات ممكن انهو تدير هنا بيت الوليدات وعادة باش البنات هانتو ما غادين تشوفوا شوفوا الشرجم كبير وعادة باش ها هو البيت اللي يعني البيت ديال غرفة النوم الخاصة بالزوجين حتى هيا شوفوا شحل زبينة وكين المساحة ولا غاد نعطيكم البنات تقريبا نشير بعض الفصالات في هاد الموديلات يعني تشوفوا الفصالات اللي عجبكم انا الفصال اللي عجبتني هي هذي اللي كنصورها لكم هانتو ما غاد نبدو من اللول ها بيت نعاس كيف ما كتشوفوا كتزيلي شوية كتلقي بيت الاطفال كتلقي بعدها هانتو ما طوالت على يدكم اللي صر وعادة باش كين البنات هاد الهول حتى هو هاد هول يعني مريح صغير وعادة باش البنات في الدخلة ديال باب كين الصالون الكبير يعني تلاتة الغرف وصالون كبير هو هادة اللي كتشوفوا هنا يا البنات هادي فصالة اخرى كتدخلي كتلقي الصالون كتزيدي شوية تاني عندما الصالون قداش الصالة اللي واللي وريتكم راه عكس غدي نرجع نعود نشرح عليكم مزيان لا يعني مختلفة على هاد الفصالة الصالون هنا الكوزينة ها هي كيف ما كتشوفوها وغير بخمسة وعشرين مليون البنات والمساحة وواحد وسبعين مترو وما زال شوفوا تبارك الله الكوزينة شحال كبيرة وشوفوا البالكم هادة البنات راه الشطر التاني يعني اللي عنده فلوس وواجدة وبغير يدفع فيه راه جاهز للبيع ولكن اللي ما عنده شوز فلوس وواجدة راه ممكن يبدأ يدفع بمليون بجوج بتلاتة يعني الناس اللي عاد بدو كي يجمعوا هانتوما ها هو البيت التاني يا البنات وهاد البيت التاني يعني مين كتدخليك من الصالون كتلقي الكوزينة كتلقي هاد البيت هادة ممكن تود ديرو صالون صغير بجل ماكلة وعادة باش كتلقاو هانتوما شوفوا توليد مشاركة زوينة في هالحمام ودوش في نفس الوقت وهو البيت ديال الوليدات هاد البيت التاني وعادة باش هوا البيت التالي فين غاد ينتلقاو هاد تيساع البنات هاد شي هو اللي عجبني في شمس الشلالات 25 مليون بواحد وسبعين مترو غزالة يا البنات وكيحمقوا تمنيتها لكم اي وحدة يا ربي ما زال ما دفعش في دويرتها وكتمنى تكون عندها دويرتها يا ربي يسهل عليها من هاد المنظر حتى هي وتحقق الحلم ديالها وتكون عندها سكنة خاصة هادة بلان اخر البنات حتى هو غاد يندخلوا لي بطبيعة الحال تا غاد ينسألوا من هاد يعني يعني كين تقريبا شيء ثلاثة الفصالات في هاد شمس الشلالات يعني انا ما عايش بتكفصل اللولة غتشوفي وهنا البنات شوفو كين هاد البلاسة غتكون بحل باركين ويلعبوه في هاليولاد باقي هاداك شي ما مجاهش مزيان انا كنحاول انا نقرب لكم الصورة كتر في هادا الديور وكبار كبار كبار يمكن انا التصوير ما عرفش نصور مزيان مي راح الصورة هاداك شي غزال 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 وزوين ورجعت هن المودي اللولاني هادا المودي الحمقني شو كيفاش الصانون كتدخلي كتلقي هول كتلقي الكوزينة هنراه واضح كتر رجعت لي وعادة باش البيت الماكلة وعادة باش فوالة هنتوما الحمام وعادة باش بيت العاز وبيت الأطفال شفتو دابرة هفصالة وواضحة يا البنات هنتوما هاو بيت العاز شو تتبعو معايا وهاو بيت العاز تتبعو البيت الوليدة ترك شفتو الحمام هاو بيت ديال الماكلة وهنتوما البنات هاو هول غادي بقاليكم هول هنا شفتو أخذ 3 صالون اخر لديها حمقوة في هذا الموضوع هذه الفصالة جديدة نتجد صالون كوزينا بيت الماكلة وعاد هنا في البالكون هذه الفصالة الثالثة يعني شوفوش حل من الفصالة هنا البنات وعادة باشاني غادين نمشوا الفصالات اللي قلت لكم فيهم السبعين مترو السبعين مترو البنات راح دايلين سبع وثلاثين مليون واللي ثماني شوفو تاني هاد الفصالة كديرا راح وصلون انا غاندخت وغنضوغكم بيت الكوزينة كوزينة كبيرة وعاد كين فيها حتى هي هنا بلسط بلاجة وعاد حتى هي فيها بالكون وشوفوا معي البنات البالكون هو راح كبير وزوين وايضا اللي بغى يشري المجازات راهما المجازات غدا نوريهم لكم حتى هما المجازات راح دايلين غير ستة وعشرين مليون يعني مجازات كدير غير ستة وعشرين مليون والمجازات كبيرة هنا هاد الصالون اللي وريتكم دابا هاد ثمانين مترو هاد ثمانين مترو هاد تقريبا ديرا ربعين مليون اه ربعين مليون اه ربعين مليون يجري فيه العود يجري فيه الخيل خلاتها الوليدة وعاد كينة هول حتى الصالون وعاد الكوزينة الكوزينة مازال جاتني هنا صغيرة ورشوية بغى ببوغة فصالة ديال واحد وسبعين الكوزينة صغيرة ديال ثلاثة تشراجم والبيوتة كلهم كبار هاد بيت من عاسة هوا كبير فيربي يسهل عليكم ويحقق لكم الاماني ديالكم وكل واحدة تحقق امنيتها وتشريحتها هي دار فاللي بغيت يشري البنات اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا الديور راه الشطر الثالث قدر يدفع فيه تبشيكة ريزيرفي بسينة الفوريال من بعد تبقى كل مرة تحطي لهم مليون من جوج ثلاثة المليون في هاد بريود ديال عامين حتى كتكملي خمسة المليون او لا تكملي فلوسها كاملة من بعد كتوصل عامين كيعيط لك النوطر كتقيدي وكيدفع كنتي ماكملتيش فلوسك راه كيصيفتك البنكة كملتي فلوسك راه كتمشي عند النوطر وكتكتبي هاما المجازات البنات اللي لقيت لكم شفتوهم هادو المجازات حتى هم مزوينين بزاف فسارعوا البنات وحجزوا في هادو الديور لان هم ما غديش يبقوا واصلا غايجي واحد الوقت فين غدا تلقي دار بواحده واحده سبعين واحده سبعين مترو غتلقيها بخمسة وعشر المليون هادو فصالة جديدة هي هادو الفصالة البنات راه فيها تسعين مترو هادو هادو فصالة ديال تسعين مترو شوف الكوزينة شحل كبيرة هادو فصالة كبير صراحة كبيرة بزاف وهادو البنات راه فيها كلها تبقى فيها جوشت الناس ماشي ربعة الناس كلها تبقى فيها جوشت الناس عندك الفصالة ديال تسعين مترو كتلقى انا اقدر صدرت ورجعت لكم هادو الفصالة اللي عاجباني هي اللي حمقتني ويعني هادو بارت ماشونتي كيف ما قلت لكم راه الصالون معزول وعذابش كتلقي داربو حديتها فصارعوا البنات وراها مبعدش على كازا كيف ما قلت لكم 16 كيلومتر يعني اللي في كازا رايقدر في طرف نص ساعة يوصل الشمس الشلالات جبلكم البنات هادو الجولة القصيرة تدتوا ما بغيتكم تضروا معايا وتكتشفوا معايا واللي بقي حاير واللي بقي تالف واللي ياربي ياربي سهل على كل وحدة حاولوا البنات هادو الفيديو تصيفطوه العائلات ديولكم أخوتكم أخوتكم أصحاباتكم لان هذه هوتا ما كتفلتش فحاولوا حاولوا كلهم يتعرفوا على شمس الشلالات وعلى شلالات تكونوا صباقين وتحزوا شقة ديالكم شقة الأحلام في هاد شمس الشلالات اللي قريب لها كل شي دريم فيلاج المدرسة السوق كل شي يعني واصلا راح بدا تكتبنوا منطقة يعني ولا فيها السكان فمرحبا بكم والف مرحبا ما تنسونيش من البارتاج والله يعطيكم الصحة والله فرحكم كيفما كتفرحوني دائما بالتعاليق ديالكم زوينين واحتدا باش تشجعوني وخليولي يتعاليق وان شاء الله نشوف لكم تاني بلاس اخرى واي حاجة بغيتوها خليولي فقط تعليق بلغート شكرا